وللمزيد من المتبع ينضم إلينا عبر الهاتف فامي لندن الخبير في الاقتصاد السياسي الأستاذ أحمد يسين تحياتي لحضرتك أستاذ يسين كما تبعنا منذ قليل من خلال استطلاع رأي في الولايات المتحدة هناك ما يقرب من 70% من الأمريكيين يعتقدون أن اقتصاد البلاد يتدهور وهناك رقم آخر 18% يعتقدون أنه على العكس يتحسن هل ترى حضرتك أنه بالفعل الاقتصاد الأمريكي في حال التراجع أم أن هي أزمة طارئة بسبب الأوضاع العالمية؟ لا بالتأكيد جميع المؤشرات الاقتصادية بخصوص الاقتصاد الأمريكي تأخذنا إلى توقعات قاسمة وتعكس مشهد سوداوي مستقبلي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وأهم هذه المؤشرات على ارتفاع قياسي لمستوى التضخم وهنا يجب أن نركز قليلا لتحليل ولتوضيح تبعات ارتفاع مستوى التضخم لهذا المستوى القياسي في أكبر اقتصاد في العالم هذا سوف يدفع الاحتياط الفدرال الأمريكي كما شاهدنا على مرة الشهور الماضية لتغيير جزري في سياساتها النقدية من خلال الرفع المستمر والمتنمي لنسب الفائدة مثل هذه الخطوات التي شاهدناها من قبل الاحتياط الفدرال الأمريكي وهناك توقعات بأنه سوف يستمر في نهجه لرفع المستب الفائدة بالتأكيد سوف يكون لذلك تبعات اقتصادية خطيرة جدا إذ أن هذه الأداة قد تكون الأداة الأكثر نجاعة في جعبة الاحتياط الفدرال الأمريكي لمواجهة المستوى التضخم المرتفع في السوق الداخلية الأمريكية ولكن بمثل هذه الخطوة تبعات اقتصادية خطيرة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي يكون خاصة بالنسبة للاقتصادات النامية إذ أن مثل هذه الخطوة من قبل الاحتياط الفدرال الأمريكي في رفع المستب الفائدة سوف يؤدي بشكل مستمر لرفع قيمة أسرار مقابل العملات الرئيسية الأخرى ومثل هذا الوضع بالتأكيد سوف يكون له تبعات اقتصادية خطيرة جدا يعني أستاذ أحمد هذه تبعات اقتصادية كيف يمكن أن نلمسها في بقية دول العالم؟ بالتأكيد نعتذر عن هذا العطل وأشكر ضيفي الكريم الأسرار أستاذ أحمد يسين الخبير في الاقتصاد السياسي كان معنا على الهاتف من لندن ترجمة نانسي قنقر